ليس مصادفة أن يمتزج الشعر بالواقع هنا في العراق مدن من الملح ذلك التشبيه المجازي لطعم الحزن ودموع على الموت والخراب والتخريب لكنه حدث بالفعل أن يكون العراق مصدراً كبيراً لكنز من أطنان الملح حيث تكشف هيئة المسحة الجيولوجية العراقية عن احتياطات تبلغ حوالي 53 مليون طن من الملح في الأنبار والمثنى فقط تتواجد بيراك الملح في ضواحي المدن في المناطق الريفية عن طول الحدود الصحراوية ما يجعلها غنية بإنتاج الملح الجافي والملح في محلول ملحي لتغذية الحيوانات وكل هذا من رواسب الملح المتواجد في تلك البرك ومن الملح قد يكون سكر الحياة وحلوها إذا كان استخدام هذا الكنز الملحي أكثر فائدة بتأكيد أرقام سعر الكيلو التي تصل إلى دولار واحد تقريبا وهو الأمر الذي ينظر إليه على أنه مصدر جديد من مصادر ثروات العراقية الكثيرة لكنها غير مستغلة بفعل تلك الاستثمار لأسباب عدم الاستقرار لكن وبطبيعة لسان حال ساخر من شدة الألم قد لا يقترب الفاسد من الملح فالفاسدون باحثون عن ثراء الجيوب ومذاق الحلاوة إلا إن كان في العراق معجزات قد تصل حد نوعا من الفساد قد يستسيغ الملح وأي مذاق آخر لأجل سرقته من بيت الأمل والمستقبل تلك الاستقبل